بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند بالتأكيد منذ لحظات قليلة انتهت مباراة مصر ولبنان في بداية مباريات المجموعة الرابعة لكأس فيفا للعرب انتصار مهم جدا وسلس نقاط البداية ليست كما كانت متوقعة لكن في النهاية الفوز والسلس نقاط بداية تعتبر جيدة بالنسبة لحظ النقاط في المجموعة الرابعة في ظل أن المنتخب الجزائري بدأ اليوم مبارياته في هذه المجموعة بالفوز على السودان بنتيجة كبيرة أربعة أهداف مقابل للا شيء انتصار مهم ثلاث نقاط بداية ولكن المستوى ليس كما كان يتوقع الكثيرون في انطلاق مباريات منتخب مصر في كأس فيفا للعرب عموما نحاول في خلال هذه الحالة نتكلم أيضا عن المنتخبنا ونشوف أبرز الأخبار الخاصة بمنتخبنا في الدوحة أيضا كمان عندنا كلام مهم جدا بخصوص كأس العالم للأندية حدث اللي بالتأكيد بيفرد نفسه خلال هذه الفترة بعد إعلان موعيد البطولة خلال الساعات الأخيرة وأيضا كمان النهاردة عندنا خبر مهم جدا وانفراد بخصوص الموعيد والتوقيتات والملاعب اللي تستضيف هذه البطولة خلال الفترة القادمة في أبوظابي إن شاء الله خلال شهر فبراير من بداية العام القادم حلقة فيها كواليس وفيها كلام مهم جدا وكمان أنا أستعرض أبرز تصريحات بيت سمسيماني اللي كانت بالأمس من خلال شاشة قناة الأهلي عبر برنامج الأشبال كلام مهم جدا قالوا بيت سمسيماني مهم جدا النهاردة كمان نستعرضه في برنامج ترينت في ظل إن السوشيال ميديا كانت مهتمة ببعض التفاصيل اللي رأساتها مبارح وسردها بيت سمسيماني في حديثه عقب إحدى مباريات قطاع الناشئين في فرع الأهلي في مدينة طنص لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم وعايز كل الناس اللي بتتبعنا وبتشارك في الإجابة على هذا السؤال عايز أعرف اقتراحتكم إيه لحل أزمة كأس العالم للأندية كل الناس اللي بتتبعنا تخش تشارك من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر والإستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من قراءكم ومشاركتكم لأن بتأكيد هذه المشكلة عايزين نعرف لها حل خلال الفترة الجاية في ظل كمان أن في مواعيد رسمية تم الاتفاق عليها صباح اليوم وإرسالها من الاتحاد الدولي إلى الاتحاد الإفريقي لكن كنلون نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي ننفرد بمواعيد كأس العالم للأندية وفي الترند المحلي مصر تفوز على لبنان في كأس العرب وفي الترند العالمي بكيف يفضل الموت عن الانتقال للريال مدريد مباريات اليوم في كأس العرب أنه هذا كان في مباراة ساعة 12 للظهر والجزائر فازت فيها على السودان بأربعة أهداف مقابل لشيء منذ قليل انتهت مباراة مصر ولبنان بفوز مصري بهدف مقابل لشيء أحرز الهدف محمد مجدي أفشا من ركلة جزاء ساعة 6 المغرب هتلعب مع فلسطين والساعة 9 السعودية هتلعب مع الأردن والنهاردة تكون ختام مباراة الجولة الأولى في المباراة الخاصة بالمجموعات الأربعة في كأس العرب طيب مباراة اليوم أيضا في الدور الانجليزي الساعة 9 ونص واتفورد يصديف تشالسي واستهامي رايت يصديف برايتون ويلفر هامبتون يصديف بيرلي ساوس هامبتون يصديف ليستر سيتي المباراة دي كلها ساعة 9 ونص من مساء اليوم طيب عشر أوروب أستون فيلا يصديف منشستر سيتي ولقاء القمة إفرتون يصديف ليفر بول طيب الدور الأسباني كان النهاردة فيه مباراة بين غيرناتا وأتليتكو مدريد لكنها تأجلت والساعة 10 في الصهرة مساء اليوم ريال مدريد يصديف أتليتكو بالباو الدور الإيطالي سبعة ونص بلونيا يصديف روما انتر ميلا يصديف سيبيزيا والساعة 10 لأوروبا يصديف ميلا وساسولو يصديف نابولي طيب دي كان مجموعة من مباراة اليوم سواء في الدول الإنجليزي الأسباني والإيطالي واستعراض أيضا مباراة تكأس العرب قبل ما أطلع لفاصل النهاردة عيد ميلاد أحد نجوم النادي الأهلي واللي خلال العشر سنوات الأخيرة كان ليه صوالات وجوالات في الملاعب الإفريقية والمحلية ولعب ضرب المثل إزاي يحارب على انتمائه وفكرته والنادي اللي بيحبه وبيعشقه منذ صغره النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد دا نجمنا الحاوي وليد دا سليمان كل سنة وانت طيب يا حاوي ودايما كده يا رب متقلق في الملاعب ولسه مستنين منك الكتير الفترة الجاية مش عايز أسمع قصة اعتزال ومش اعتزال وليد سليمان مكمل والعناصر الخبرة اللي زي دي مهمة جدا تكون موجودة داخل صفوف الأهلي خلال الفترة اللي جاية كل سنة وانت طيب يا حاوي اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف فقر الترند الترند وعندنا فيها مجموعة من الأخبار والكواليس وعنى نفرد بموعيد كأس العالم الأندية اللي تم إرسالها اليوم من الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا لكل الاتحادات القرية اللي بتشارك أنديتها في هذا المنديال في أبو زبي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة الترند الترند الفقرة دي مهمة جدا للنهاردة عندنا معلومات وأخبار هتسمعوها لأول مرة يمكن أبرز خبر معاه في هذه الحظات وكان خبر مهم جدا اجتماع جرى منذ قليل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الكابتن محمود الخطيب يعقد اجتماعا مع اللجنة القانونية والعمري فاروق بناء على دعوة الكابتن محمود الخطيب تم عقد اجتماع مع اللجنة القانونية بالنادي الأهلي زهري اليوم وبحضور العمري فاروق الذي تم توجيه الدعوة إليه لحضور ذات الاجتماع وذلك لدراسة عدم اعتماد فوزه بمنصب نائب الرئيس بالتسكية بالانتخابات أو في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي وبعد منقشة الموقف من كفة جوانبه وانطلاقا من مبادئ النادي الراثقة بالتمسك باللوايح والقوانين للحفاظ على الحقوق المشروعة تقرر قيام العمري فاروق باتخاذ كفة الخطوات التي يكفلها له القانون بالطعن على القرار الصادر بعدم اعتماد فوزه بالتسكية على منصب نائب الرئيس بدعم ومسندة كاملين من النادي الأهلي في كل ما يتخذ من إجراءات قانونية احتراما لإرادة الجمعية العمومية إذن هذا الاجتماع كان مهم جدا مع اللجنة القانونية وفي حضور بالتأكيد سيادة الوزير العامري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي بالتسكية وخلاص أصبح كده الأمر رسميا لعامري فاروق يقرر الطعن على عدم اعتماد فوزه بالتسكية على منصب نائب رئيس النادي الأهلي ده بالتأكيد بعد دراسة كافة الأمور ونتيجة أنه طبعا النادي الأهلي بيدرس كافة الأمور من كل الجوانب وانطلاقا من مبادئ النادي الراصخة بالتمسك باللوايح والقوانين للحفاظ على الحقوق المشروعة ده كان الخبر مهم لازم أبدأ به بالتأكيد فقرة تريند تريند الخبر الثاني وهو متعلق بكأس العالم للأندية وطبعا الموضوع ده شاغل بال الرأي العام كله جمهور الكرة المصرية بشكل عام مش الأهلوية فقط بشكل خاص نتيجة أن معاد البطولة زي ما شرحنا بالأمس متزامن مع موعد كأس الأمم الإفريقية يمكن الحمد لله الواحد كان ليس سبء من فترة من حوالي شهر ونص أو شهرين وطرحت القضية دي وحتى اتكلمت فيها هنا من خلال برنامج التريند على شاشة القناة الآلي وقلت الموعد ده هتسبب أزمة وهتعمل ارتباك في مشهد الفترة اللي جاية بسبب المباريات الإفريقية وكأس الأمم لكن كان عندي تأكيد أن الاتحاد الإفريقي مش هيعتارد لأن كلنا عارفين إلا هيحصل وإلا حصل وأنا شرحت مبارح حتى كمان إزاي الأمور دي بيتم إدارتها من خلال الاتحاد الدولي خاصة أنه فيه كأس أمم فبالتالي الأدهى للاتحاد الدولي أنه يدافع أو الاتحاد الإفريقي أنه يدافع عن بطولته الأساسية وهي كأس الأمم الإفريقية لكن طبعا كلكم شايفين الفترة الأخيرة الفيفا يدير الملفات الإفريقية من إيه تزد من الألف للياء والاتحاد الإفريقي سامح للفيفا أنه هي تدير معظم الملفات اعتماد كأس العالم، تطوير ملف التحكم الإفريقي، اعتماد دور السوبر الإفريقي كلها أفكار الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي حاليا بيعتمد هذه الأفكار وبينفذها فقط طيب إن بارح كان في اجتماع مهم جدا لللجنة المنظمة المحلية في أبو ظبي مع مدير المسابقات أو مسؤولي المسابقات في الاتحاد الدولي والقائمين على الإشراف على تنظيم كأس العالم للأندية في أبو ظبي خلال الفترة القادمة من 3 إلى 12 فبراير هذا الاجتماع أصفر عن الموعيد الرسمية لكأس العالم للأندية والتي تم إرسالها صباح اليوم إلى الاتحادات القرية المعنية بمشاركة أنديتها المشاركة في هذه البطولة طيب أولى المباريات 3 فبراير قدامكم على الشاشة ده جدول موعيد مباريات كأس العالم للأندية بعد اهتمدها رسميا من الاتحاد الدولي مع اللجنة المنظمة المحلية لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي هيكون يوم 3 فبراير الساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زيد ده ملعب نادي الجزيرة في أبو ظبي النادي الآلي بطل إفريقيا سيبدأ مشواره سيستهل مشواره بواجهة منتري المكسيكي ممثل الكونكا كاف يوم 5 فبراير الساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة زيد الرياضية هذا الملعب يسح لـ 45 ألف متفرج في اليوم التالي الهلال السعودي بطل أسيا هيلعب مع الفائز من الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي يوم 6 فبراير الساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زيد كل الموعد دي بتوقيت القاهرة لأنه طبعا كلنا عارفين توقيت الإمارات بعد توقيت مصر بحوالي ساعتين طيب مباريات الدور نصف النهاية هتنطلق في يوم 1 يوم 9 فبراير بمواجهة الفائز من الأهل ومنتري مع بالمراسي البرازيلي الساعة 3 ونص عصرا بتوقيت القاهرة وفي نفس اليوم ينتظر تشيلس الإنجليزي الفائز من مواجهة الهلال السعودي مع الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي الساعة 6 ونص مساء بتوقيت القاهرة على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية على نفس الملعب يوم 12 فبراير في ختام معاد بطولة كأس العالم للأندي دي الموعيد الرسمية اللي الحمد لله من خلال مصادرنا قدرنا نوصل لها ونعرفها بالتأكيد وده تم بعد اجتماع اللجنة المنظمة المحلية بالأمس مع إدارة الاتحاد الدولي والاتفاق على هذه الموعيد وتم إرسالها ما هو الموقف خلال الفترة القادمة؟ قلت لكم الفيفا عايز يعمل ارتباك في المشهد ومش فريق معه مسابقة كأس الأمم الإفريقية وهو حريص أن القادر إن كان يكون فيها اعتذارات كثيرة عن هذه البطولة إرضاءا للاتحاد الأوروبي والدوريات الأوروبية عشان يحصل على تصويت أوروبا على كأس العالم وإقامة كأس العالم كل سنتين دي الضريبة للأسف اللي بيتم دفعها لكن كنت أتمنى وأتمنى ومازلت أتمنى أن يكون اتحاد الكرة لموقف أتمنى الاتحاد الإفريقي عداء المكتب التنفيذي كلهم دور وموقف ولئن أنا في الجماعية الأممية مش هاخفى عليكم سر ممكن أنا سألت أحد أعضاء المكتب التنفيذي على هذه الموعيد وقالت له إزاي الكاف يوافع على أن كأس العالم الأندية يقام في الفترة من 3 إلى 12 وإنت عندكم كأس الأمم الإفريقية يوم 6 فبراير نهاء البطولة مش عايز أقول لكم الرد بالنسبة لي كان صادم بس قال هو من ضامن أصلا المنتخبات اللي لعبتها بتشارك في البطولة ممكن توصل نهائي مش هقول الإسم يعني مش هقول مين اللي قال لي كده حفاظا يعني على أن الموضوع ده للأسف رد الفعل ممكن يبقى يعمل صدمة للناس لكن ده كان ديكة الإجابة مش ضامن أنت يعني ممكن المنتخبات تخرج أصلا ما توصلش للمباراة النهائية فده المعاد المناسب للبطولة الدولية طالما الاتحاد الدولي قال أكيد هم كلهم مش هيقدروا يعترضوا وبالتالي احنا شفنا هو التطورات النهاردة دي الموعيد الرسمية اللي اتبعتت للاتحادات القرية اللي أنديتها بتشارك في كأس العالم للأندية وبالطبع النادي الأهل هيكون أكثر المتضررين بهذا القرار نتيجة أنه عندك على الأقل من 7-8 لعيبة في المنتخب بمصر عندك علي معلول مع منتخب تونس أليو ديانج مع منتخب مالي وممكن يضم بدري بنون أو يضم وحيد خليل وزيتشو مدرب المغرب بدري بنون في كأس الأم خذوا بالكم المنتخبات في كأس الأمم القايمة مش 23 باقيت 28 لعب فبالتالي مساحة الاختيارها تبقى أكتر فممكن تلاقي من فرقة الأهل متخد لعيبة أكتر في كأس الأمم الإفريقية القادمة بالمناسبة وأنا باتكلم عن الموضوع ده الناس كلها طب الفترة الجالة والموضوع قفل خالص هلع يبقى فيه تنصيق بين الأهل ومنتخب مصر ما عنديش إجابة دلوقتي لأن الأهل أكيد اتخذ الطرق المشروعة وأرسل خطاب رسمي لاتحاد الكورا للاتحاد الإفريقي للاتحاد الدولي هلع يكون فيه رد الساعات اللي جاية أنا من مبالح بقول الموقف صعب جدا لأن كواليس اتخاذ القرار أنا عارفها وقلتها من شهر وعارف الفيفا بخطة إزاي للمرحلة دي هو عايز يعمل ارتباك في المشهد في كل أرجاء القرى الإفريقية وأبرز اللعيبة اللي بيلعبوا سواء مع الأندية اللي كلها دور مع منتخباتها أو حتى اللعيبة المحترفة في أوروبا ما تجيش في البطولة كاس الأمم اللي جاية وبالتأكيد ده ظهر خلاص من الإعلان الرسمي للموعيد النهاردة من خلال الاتحاد الدولي لو لكن الموضوع مش الأهلي بس الموضوع كمان متعلق بتشيلس الإنجليزي لأن تشيلس عنده اتنين لعيبة مهمين جدا بيشاركوا في كاس الأمم إدوار دي منديل حارس السنغالي حارس تشيلسي بيلعب مع منتخب السنغال وهيكون موجود في كاس الأمم وعنده كمان حكيم زياش النجم المغربي موجود كمان في كاس الأمم وفي نفس الوقت تشيلس هيكون عايزه في كاس العالم للأندية انبارح تومس ستوخل المدرب الألماني اللي بيقول تشيلس الإنجليزي خلال الفترة الحالية قال تصريح مهم جدا قال لازياش سيلطحك بنا في الموندياليتو حتى لو بلغ المغرب نهائي كاس إفريقيا شفتوا بقى الأزمة وصلة لأي مدى وأي مرحلة هو الأهلي أكبر كم من اللعيبة هتكون مشكلته في العدد والأهلي هيكون موقفه مختلف لكن تشيلس اللي هيبدأ مباراته نصف النهائي يوم 9 فبراير وكاس الأمم آخر مباراة والمباراة النهائية يوم 6 فبراير تومس ستوخل بيقولك حتى لو وصلوا نهائي هيكونوا معايا هو ده الاتجاه وهو ده المؤشر اللي أنا بحكي فيه بقى ليه فترة وانبارح شرحت كواليسه الاتحاد الدولي عايز اللعيبة الأفرق اللي بيلعبوا في الدوريات الأوروبية ما يكونواش موجودين في كاس الأمم وبيحاول يرضي قدر الإمكان الاتحاد الأوروبي والدوريات الأوروبية عشان ياخد موافقتهم وتصويتهم على إقامة كأس العالم كل سنتين لأنه هو شايف أن أكبر أزمته في تنفيذ هذا القرار قرت أوروبا تحديدا جي مصر وخد تصويت الجمعية الأممية للكاف وكان بكل سهولة اللي 52 اتحاد صوتوا على إقامة كأس العالم كل سنتين وهو عارف أن إفريقيا مش هيكون فيها اعتراض ملفات إفريقيا ومفاتيح إفريقيا كلها في إيده لكن هذه تصريحها توماس تخي المداربة تشيلسي شوف لو النهاية مثلا المغرب أو السنغال أو الفرقتين وسطه نهاية إفريقيا قالك لا مش هيكونوا موجودين في الفاينال هيكونوا موجودين معايا رغم أن أول اللي قالت تشيلسي هيكون يوم 9 فبراير بعد البطولة أو بعد نهاية كاس الأمم بـ 72 ساعة الأزمة كبيرة والموضوع صعب جدا وكان محتاج شغل كتير خلال الشهرين اللي فاتوا خاصة مع الاتحاد الدولي مش الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الدولي الاتحاد الإفريقي اعتمد هذه الموعيد خلال الفترة الأخيرة لسه عندنا تفاصيل أكتر وهنتكلم في أخبار مهمة ولكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وهنتكلم برضو في بعض الأمور والكواليس اللي ممكن لسه مش واضحة للناس بالنسبة للمرحلة اللي جاية خاصة لقاء السوبر الإفريقي وهنتكلم أيضا كمان عن منتخبنا الوطني بعد فزو على لبنان بهدف مقابل لشيء أهلا بحضراتكم من جديد وحديث عن بعض الأمور المهمة جدا في فقر التريند التريند طيب الموضوع اللي جاي معايا وابتكلم على مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاع والرجاع المغربي بالتأكيد هو بطل الكونفدرالية والأهلي الفائس بدوري أبطال إفريقية الكلام كان كتير قوي خلال الفترة الأخيرة ولفت انتباهي تصريحات مهمة لكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة لما قال لغاية اللحظة دي ما جاليش حاجة رسمية أن السوبر اتنقل لفبراير وفي اقتراح أنه يتلعب 24 ديسمبر عشرح لكل جمهورنا في كل مكان إيه اللي بيحصل بالزبط في كواليس هذا الموضوع يوم الجماعية العمومية للاتحاد الإفريقي الجمعة الماضية أنا التقيت بالمهندس هنا أبريدة عضو المكتب التنفيذي أو عضو المجلس الأعلى التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي للكاف وسألته على موقف السوبر الإفريقي قال لنصا أن معاد 24 ديسمبر هيكون فيه صعوبة من الإمكان إقامة المباراة في الدوحة خلال هذه الفترة نظرا لانشغال أعضاء المكتب التنفيذي في الكاف وكل الإدارات المعنية باحتفالات بداية السنة أو احتفالات الكريسماس في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر وبالتالي المعاد ده مش هيكون مناسب والمكتب التنفيذي خد قرار أو توصية بترحيل الموعد إلى منتصف فبراير عقب مباراة كأس العالم للأندية طيب إذن ده كلام مهم جدا ومتصريح ممكن أنا حصلت عليه يوم الجمعية العمومية المهندس سنة بريدة قال لي هيكون فيه صعوبة من الإمكان إقامة السوبر 24 ديسمبر عشان احتفالات الكريسماس والأجازات اللي هتكون لأعضاء المكتب التنفيذي والإدارات المعنية في الاتحاد الإفريقي وتأجيله إلى شهر فبراير عقب كأس العالم للأندية ولكن ندرت المسابقات في الاتحاد الإفريقي اللي هي وجهة نظر أخرى وقالت 24 ديسمبر هو أفضل موعد خلال هذه الفترة لأنهم قالوا بعد ما نخلص كأس الأمم يوم 6 فبراير وكأس العالم للأندية 12 فبراير مرحلة دور المجموعات لدور الأبطال وكأس الكنفضلية تنطلق يوم 14 فبراير فالنادي الأهلي إذا وصل فينال كأس العالم للأندية يا رب بإذن الله هتتأجله أول مباراة في دور المجموعات يوم 14 فبراير ولو حطينا مباراة السوبر مع الرجاء المغربي بعد كأس العالم للأندية فهتأجل الأهلي المباراة التانية كمان في دور المجموعات وهتتأجل للرجاء مباراة في دور المجموعات لأن الرجاء يتأهل أيضا إلى دور المجموعات في دور أبطال إفريقيا فيكون عنده هنا ثلاث مباراة مؤجلة وهو لسه بيبدأ دور المجموعات مباراة للأهل ومباراة للرجاء فدارة المسابقات لغاية اللحظة دي بتحاول تقنع المسؤولين إن إقامة السوبر يوم 24 ديسمبر في الدوحة وأفضل معاد اللجنة المنظمة لكاس السوبر في الدوحة معاد 24 ديسمبر بالنسبة لها موعد مناسب جدا لأنها هيكون عاقب مباراة كاس فيفا للعرب اللي جاريه حاليا بإسبوع فهتكون الملاعب لسه جاهزة هتكون الناس لسه موجودة وجاهزة وتقدر تلعب كاس السوبر خلال هذه الفترة خاصة إن ملاعب كاس العالم بعد كده هتبقى مشغولة في التحضير لكاس العالم للقبار إن شاء الله هتتلعب في نوفمبر من العام القادم ده الموقف بخصوص السوبر الإفريقي ودي الكواليس الخاصة بموقف السوبر الإفريقي خطاب رسمي لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها لسه ما تبعدش أي حاجة عشان كده كده تنسايد لما طلعوا تكلم مستغرب إزاي أنتوا اقترحتوا علينا 24 ديسمبر وفي نفس الوقت بتأجلوها أو كما أشاع يعني أو أشيع إنه هو تأجل لشهر فبراير من العام القادم دي الكواليس ودي الأخبار وحسب معلوماتي خلال إسبوع بالكتير هيتم تحديد الموعد بشكل رسمي بعد ما أعلنت الفيفا خلاص موعد كاس العالم للأندية والفترة الزبنية بتتلعب فيها هذه البطولة طيب موضوع تاني واختم بيه فقر الترند الترند مباراة مصر ولبنان والناس كلها النهاردة كاد بتتفرج على المباراة وبالتأكيد عايزة تشوف بقى أداء منتخب مصر تحت قيادة كارلوس ساكيروش ومعها بقى مجموعة اللاعبين المحليين وهتبقى فرصة أنك تعتمد بقى على مجموعة جديدة وتشوف الفترة الجاية ممكن يكون معاك وجه جديد ولا لا إجمالا المكسب كويس والثلاث نقاط مهمة عشان تنافس الجزائر على صدارة المجموعة ولكن الشكل والأداء غير مرضي تماما والمستوى محدش كان يتخيل أن ده المستوى اللي ممكن يؤدي بمنتخب مصر أولى مباراةه أمام المنتخب اللبناني كمان الفوز من خلال ركلة جزاء ده أثبت أن المنتخب النهاردة ما كانش فيه طريقة لعب يعني الواحد حاب يشوف لعبة معينة أو تاكتيك معين يقدر يحكم به على تفكير كارلوس كيروش النهاردة وإيه الخطة اللي بيلعب بيها المباراة ما حستش بدأة ما شفتش ده شفت عشر لعيبة بيجروا في الملعب لكن ما فيش تاكتيك معين ما فيش لعبة معينة ما فيش جملة تاكتيكية الجهاز الفن يشتغل بها مع اللعبة الفترة الأخيرة هل هي حمة البداية هل فيه توطر عند عدد من اللعبة في ظل حضور جماهيري كبير في هذه المباراة يمكن دي تاني أكتر مباراة فيها حضور جماهيري بعد مباراة قطر بالأمس وكلنا عارفين الجلالة المصرية لما يكون فيها أي مباراة لمصر أو لأي نادي مصري اللي ستاد بيبقى عدد كبير وسعة كاملة من حضور الجماهير لكن ده الشكل العام اللي ظهرت به المباراة المنتخب بدأ المباراة بتشكيل محمد الشناو في حراس المرمى قط الضارة أكرم توفيق زهير أيمن أحمد فتوح زهير أيصر أحمد حجاز والوينش اتنين مساكين قدامه محمد فتح وعمر السلية اتنين وسط ارتكاز وفي الأمام مصطفى فتحي محمد مجد أفشا ومحمد شريف كان هو اللي طرف ومروان حمدي رأس حربة صريح عايزة أطمنكم بس على حمدي فتح يمكن خرج في البداية الشوت الأول بسبب الإصابة وكان فيه ارتجاج بسيط في الرأس ونزل مكانه مهند لشين الناس لو بصت للتغييرات بالمناسبة هتلاقي منتخب مصر عمل ست تغييرات في المباراة هو الطبيعي يعمل خمس تغييرات بسلس توقفات لكن عشان حمد فتحي خرج بسبب ارتجاج في الرأس وإصابة في الرأس الاتحاد الدولي تبقى اللي لايحة بيسمح لك بتغيير إضافي نتيجة هذه الإصابة ولو كان فيه اكسرا تاي ولقدر الله فيه إصابة مشابهة لإصابة حمد فتحي يكون فيه تغيير سابع الليحة بتقول كده عشان الناس لما تشوف التغييرات وتعدها وتلاقي مثلا مهند نشيل لزن مكان حمد فتحي أحمد رفعت مكان مصطفى فتحي زيزو مكان مروان حمدي وصابة فيصل مكان محمد شريف عمر كمال مكان أكرم توفيق أيمن أشرف في اللحظات الأخيرة مكان أفشى ست تغييرات بأربع توقفات ليه؟ لأن تغيير حمد فتحي غير محسوب لأنه كان خرج بسبب إصابة في الرأس وارتجاج وبالتالي الليحة بتسمح أن يكون هذا التغيير غير محسوب من ضمن التغييرات اللي بتجريها في المباراة السلية خد أحسن لاعب في هذه المباراة وكلنا تخضينا بصراحة في أول دقيقة عمر السلية كان فيه احتكاك قوي معاه في بداية المباراة قدامكم طبعا صورة حصول السلية على أفضل لاعب في مباراة مصر ولبنان أتمنى الفترة الجاية المنتخبة يكون ليه شكل مباراة السودانه اللي جاية هتكون هي مباراة العبور للدور الثاني لكن محتاجين نتفرج على أداء لأن المباراة الثالثة مع الجزائر ليها حسابات خاصة منتخب الجزائر النهاردة بنتفرج عليه هو المنتخب الرديف أو المنتخب المحلي عمل مباراة النهاردة تأسيمة على المنتخب السوداني وعايز أقولكم بصراحة الناس اللي تقولي أصلي أوصل لمرحلة الدور الفاصل في تصفيات كاس العالم واللي عايز يوصل لواجه اي فريق لا يا جماعة في حاجة اسمها منطق لازم وانت بتواجه الفريق اللي هتلعب ولازم تعرف امكانياتك وقدرتك في التقويت الحالي اه مصر بطل افريقيا سبع مرات مصر راح تكسل عالم تلات مرات مصر في كسل امم في مرة فنس على الجزائر بربعية لكن على رأي قرلس كروش قالك اركنوا التاريخ شوية بصوا في المرحلة اللي احنا فيها فمهم جدا لما تواجه فريق في الدور الفاصل في تصفات كسل عالم تواجه فريق تقدر تلعب معه المنتخب الجزائري دعونا نعترف انه افضل فريق في افريقيا خلال هذه الفترة انا باعتبره كمان افضل من المنتخب السنغالي لان سواء على المنتخب الاول او المنتخب الريديف الجزائر عندها لعيبة على اعلى مستوى والنهاردة كمان بتستعين بعدد من اللعيبة اللي بيلعبوا فيه المنتخب الاول زي ما منتخب مصر النهاردة استعان بيه الشناوي رئيس بلح الجزائر بتستعين بيه النهاردة وله فيه التشكيلة الاساسية عندهم بغداد بنجاح عندنا محمد شريف فيه عناصر اساسية في منتخب الجزائر مع المنتخب الاول ونفس الامر مع منتخب مصر كان الجزائر بيقوده مجيد بوكرة ده طبعا مدرب منتخب المحليين لان المنتخب الاول بيقوده جمال بالماضي عايز اطمنكم على حمد فتح الحمد لله الاصابة بسيطة وان شاء الله هيكون جاهز للفترة اللي جاية ودي تصرحات مهمة لدكتور محمد ابو العيلة طبيب المنتخب عاقب المباراة طبعا منا على حالة حمد فتحي بعد اصابته بارتجاج كده في الرأس في الشوت الاول والماتش في بدايته كان عنيف شوية وفي قوة وبالتأكيد حماس من المنتخب اللبناني عايز يعمل نتيجة كبيرة امام منتخب مصر لكن الحمد لله بضرب الجزائر قدر افشى يحسم الانتصار والسلاس نقاط وتكون بداية قوية ونشوف مستوى افضل بقى يا رب ان شاء الله الفترة الجاية مع المنتخب السوداني يوم السبت القادم قبل الختام مع المنتخب الجزائري قبل ما اطلع الفاصل يمكن احد الزملاء النهاردة كان كاتب تويتا كده عجبتني بصراحة يعني قالك ايه كل اللعبة اللي بتضيع الفرص دي ده مسيماني لازم يمشي على كم الفرص اللي دعي النهاردة انتوا عارفين الفاتح الاخير ناس بتقولك ايه الاهلي ايه الفرص دي كلها مسيماني لازم يمشي فالنهاردة بكم الفرص دي احد الزملاء الصحفين قالك ايه ايه الفرص دي كلها ده مسيماني لازم يمشي اخرج لفاصل ونرجع مع بعض بعد الفاصل عندنا اخبار مهمة جدا بشأن النادي الاهلي اهلا بحضراتكم من جديد وعندنا تصرحات مهمة جدا لبيتسو مسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بالامس كان فيه لقاء مهم جدا قناة الاهلي زعته فيه برنامج الاشبال مع الكابتن قسامة حسني لبيتسو مسيماني المدير الفني للنادي الاهلي خلال هذه الفترة هي فترة راحة سلبية والفترة مستمرة حتى يوم السبت او الاحد القادم لسه الفراه يعود للتدريبات احد ايامي السبت يا الحد لسه الجاز الفني ماعلنش بشكل رسمي لكن راحة سلبية من بعد التوقف الاخير بسبب مشاركة منتخبنا في الدوحة في كأس العرب فبيتسو مسيماني ما سافرش جنوب افريقيا فضل ان الفترة الحالية ينزل يشوف قطاع الناشئين ويتفرج على فرق قطاع الناشئين كان موجود اول مبارح وكان موجود مبارح والنهاردة كان موجود كمان في مدينة نصر بيتفرج على المراحل السنية المختلفة في قطاع الناشئين في النادي الاهلي بنتكلم عن مرحلة 2006 كمان يعني بنتكلم عن مرحلة فريق الأهل تحت 15 سنة وحتى الفريق اللي هو موليد 2001 الفريق اللي هو تحت 20 سنة فريق الشباب مش بيتفرج على المتشاطه بس اتفرج على المتشاط وقعد اجتمع مع عدد من اللعيبة وقعد كمان مع بروكتش المدير الفني للقطاع وعمل جلسات مع الكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين وعمل جولة مهمة جدا في مدينة ناصر يمكن اطفد مزيد من الحيوية والروح الايجابية داخل صفوف القطاع وكل لعب عايز يثبت نفسه ويتكلم كمان مع المدير الفني للفريق الأول ويمكن كمان الشيء الجميل ان بيتسو كان بيتكلم مع اللعيبة الصغيرة اللعيبة الفطاع الناشئين وبيسمح لهم كمان هم يقولوا وجهات نظرهم ويتكلموا ويشوف القورة ويتكلموا ويسمع وجهات نظرهم ويشوف دماغهم ويشوف تفكيرهم والتصرحات الالها مبارح ما يفعش اتعدل ان السوشيال ميديا هتمت جدا بعدد من العنوين والتصرحات الالها بيتسو مسماني في لقاء الامس عبر برنامج الأشبال بيتسو مسماني قال ايه سعيت بوجودي مع قطاع الناشئين وشعرت بترحاب شديد منهم شاهدت احدى المباريات وقابلت المدربين واللاعبين وهذا هو الهدف ونسعى دائما لتطوير قطاع الناشئين في النادي سألوا عن سر زيارته لقطاع الناشئين قال ده شغلي ده عملي انا تعقدت مع النادي الاهلي وانا هنا في المكان الصحيح وتحدثت مع الكابتن محمود الخطيب قبل ذلك وطلبت منه ان ازور القطاع وهذه فترة مناسبة بعد توقف مباريات الفريل الاول بسبب المنتخب وسأزورهم غدا ايضا بالفعل النهاردة كان موجود ايضا في زيارة بعد زيارة يومين فاتوا في مدينة نصر قال ابلغت اللاعبين ان عليهم اللعب وهم سعاداء العب وانت سعيد وانت مبسوط عشان ما تحطش على نفسك اي ضغوط ده هيجعلهم يقدموا اداء افضل ده بقى الجزء المحاضرات اللي مهمة جدا من مدرب عنده خبرات للعيبة لسه بتبدأ مشوارها في القورة قال فوز الشباب الاهلي يعني ان هناك عمل جيد يقام هنا تحت قيادة مدربين رائعين وشدد مصيماني في تصرحاته قال الجماهير تحضر بعدد محدود ولكن رغم ذلك بيعملوا اجواء رائعة تجعلنا افضل في الملعب وذلك امر مفهوم بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا ده تعليقه على فكرة حضور الجماهير في الفترة اخيرة الف مشجع من النادي الاهلي في المباريات المحلية اعرف كمان بيتس المسيماني عن امنيته قائلا اتمنى زيادة عدد الجماهير في الفترة المقبلة واعد جماهير الاهلي بالفوز بلقب الدوري وبطول الدوري ابطال افريقيا وسنبز القصارى جهدنا لنفعل افضل ما يمكن في كافة البطولات تصرحات ما كانش ينفع اعديها لبيتس المسيماني وهو بيتكلم عن المرحلة الحالية وازاي استغل الراحة السلبية عشان يزور قطاع الناشئين ويعمل جلسات ويمتابع للمباريات ومع استنافل التدريبات في الفريل اول السبتة او الاحد حسب معلوماتها يكون في استعانة ما لا يقل عن 6 الى 8 لعبين من قطاع الناشئين في المراحل السنية المختلفة خلال الفترة القادمة طيب تريند الاهلي وعندنا تفاصيل مهمة من خلال المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا ونشوف مع بعض اول حاجة معنا ايه في تريند الاهلي الزيارة اللي بكلمكم عليها الوطن سبورت الحساب الرسمي على تويتر نشر صورة لبيتس مسيماني مع قطاع الناشئين وبيقول ان مسيماني يوافق على رحيل لعبين من قطاع الناشئين بالاهلي الى اوروبا قال ده بيعود بالنفع على النادي الاهلي والقرى المصرية في المستقبل القريب فضلا عن الاجوال دي هتساعد اللعيبة على اظهار موهبتهم بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة وده جوز النادي الاهلي اتخذوا في الفترة الاخيرة وفي عدد من اللعيبة تم اعارتها ومتابعتها في اتشيك في الفترة الاخيرة من خلال بروكتش المدير الفني مع الكتن خالد بيبو وايضا كمان عمل امير توفيق مدير التعقدات والتسويق في هذا الملف نروح لحساب اليوم السابع طيب نرجع بقى ونتكلم تاني على كأس العالم للاندية الحساب الرسمي اليوم السابع على تويتر كتبوا ان الاهلي بيترقب رد فيفا وكاف على ازمة منديال الاندية وامم افرقية احنا انفرضنا النهاردة معاكم في فقر الترند الترند ونشرنا الموعيد الرسمية هل ده يعتبر رد من الفيفا وكاف هنشوف الساعات الجاية بعد اعلان هذه الموعيد ايه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية لكن الاهلي ارسل خطابات رسمية وفي انتظار الرد واعتقد النادي الاهلي يمكن اعتقد النهاردة او بقرة بالكتير الصبح هيتكون عنده الموعيد الرسمية من اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا نروح كمان لحساب الاهرام وبيتكلموا على مصطفى شوبير الحساب الرسمي للاهرام على تويتر نشروا ان استرن كومباني يطلب التعاقد مع شوبير في الانتقالات الشتوية الفكرة ان في عدد من الفرق فاركو استرن كومباني لواء الشرقية للدخان سيراميكا في ممكن عدد من الاندي تستعين بعدد من لعبي النادي الاهلي لكن المراتي الخبر جديد بالنسبة لهم عايزين يتعاقدوا مع مصطفى شوبير خلال شهر يناير القادم في الانتقالات الشتوية مدى صحة الخبر من عدمها حتى هذه اللحظة ما فيش معلومة مؤكدة لان كمان حطوا في الحسبان مصطفى شوبير مقيد في القايمة الافريقية فانت لما بتفكر في استعارة لعيب اكيد لازم تدرس المركز ده موقوفه ايه الفترة الجاية سواء افريقيا قبل ما تفكر فيه محليا نروح كمان للمصري الرياضي وزا ما قلتلكم زي كل يوم لازم خبر عن كهرباء الحساب الرسمي للمصري الرياضي كهرباء يطلب الاعارة مرد بقى كهرباء اللي بيطلب الاعارة ماشي ولجنة تخطيط الاهلي تتحفظ عيشنا معاكو اسبوع كده يعني اسبوع عشر تيام في كل توقف كان كل مرة يقولك ايه بيتس موسيماني يطلب رحيل كهرباء بيتس موسيماني غير مقتنع بأداء كهرباء بيتس موسيماني يرفض استمرار كهرباء لقوا بقى ايه مفيش جديد يعني ايه الرجل اتكلم عنه كويس كابتل محمود الخطيب طلع كشف كلام مهم جدا بخصوص كهرباء ومدى التزام والفترة الحالية فالكتب خلاص بقى نغير الأداء شوية يعني بقى لاش بقى ايه بيتس هو اللي بيطلب لأ كهرباء بقى عايز يمشي يعني تخيلوا لعب ملتزم وعايز يلعب وعايز يزبط نفسه لأ هو اللي زي وعايز يمشي هذا الخبر عاري تمام من الصحة نفسه مرة افتح حاجة في ترند الاهلي ما فيهاش كهرباء مش عارف ليه دايما زي ما كون الأخبار الكرة المصرية كلها تم اختصارها في كهرباء يا جماعة انت عندكم قضايا خطيرة يعني عندكم قضايا مهمة جدا يعني كاس العرب اللي بتتلاهب دلوقتي المواقع والصحف والجرائض لو اهتمت وشافت اللي بيتم في البطولة عشان ينفزه في الدولة حتى على قل القارة هيستفيد والمسؤول هيستفيد والناس كلها هتستفيد لكن الأخبار الفرعية اللي زي دي اللي بعيد عن الواقع أنا مش عارف أهدافها إيه وسببها إيه فكرة قاربة نمشي من الأهل اللي ناس هترتاح طيب يعني قاربة تليق أعر خلاص الناس ارتحت مش هتلاح حاجة تكتبها تاني مثلا مش عارف يعني الفكرة في حد ذاتها غريبة ولجنة التخطيط بترفض ما اللجنة رفضة وبيتسو ما طلبش وقاربة ما قالش والكابتون الخطيب قالك اللاعب ملتزم ندينه الفرصة أقفوا في صف اللاعب يعني ادينه فرصة وقفوا في صفه طالما ملتزم وماشي في شكل كويس أقفوا في صفه هو لعيد مصري في النهاية ممكن منتخب مصري يستفيد بيها جماعة في الختام يعني ممكن يكون موجود مع منتخب مصري فبرحة سيمة لو تقلق مع الأهلي هو اللي يوصل لك لبطولة طيب حساب سبورت 362 مصرية بتكلمه على لاعب بعد النهاردة حمد فتحي والخبر ده انتشر كتير قوي خلال الساعات الأخيرة بالأمس والكل اللي كان بيتكلم على حمد فتحي جايله عرض من جلتا سراي برضو الجزء اللي أنا مش قادر أفهمه هو إيه فكرة إن جلتا سراي مش عايز يجيب حد في لعب خط الوسط إلا من الأهلي يعني أليو ديانج عدنا 6 شهور بنتكلم فيها خلاص بقى أليو ديانج يعني خلاص بقى الموضوع يبقى كتير فخلاص مش عايز فنقول أليو ديانج حمد فتحي جلتا سراي لو عايز يجيب لعيبة أكيد لعيبة تانية من أنديها تانية ما فيش جل الأهلي ما فيش جل المركز ده اللي من الأهلي يعني أنا متوقع بعد الشرار هيقولك بقى عامل السلية ولو أقرم توفيق سابل باكرايت ولعب وسط مدافع هيقولك جلتا سراي بيفكر فأقرم توفيق خبر عاري تماما من الصحة وما فيش أي نقاش ولا خطاب رسمي بخصوص حمد فتحي طيب دي جات أخبار تيريند الأهلي واللي للأسف 90% كل يوم بنيم فيها والأيام بتثبت لكم أن معظم الأخبار بتبقى غير صحيحة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا كلام مهم جدا في برنامج التيريند أهلا بحضركم من جديد والجزء الأخير من مرنامج التيريند وقتنا بيجر معكم بسرعة لكن سريعا أشوف مشاركات الجماهير على السؤال طرحناه في بداية الحلقة اكتراحاتكم على أزمة مباريات كأس العالم للأندية محمود دا بيقول مساء الخير كابتن سعيد مساء الخير يا محمود مساء الخير على كل أهلاوي فخور بنادي وجهة نظري اللجوء للفيفا من تجاه المسؤولين داخل الاتحاد الإفريقي أولا والتساؤل هل الكاميرون جاهزة للبطولة لأن دي لوحدها أزمة غير معلنة عنها حتى الآن وبناء عليها نعرف البطولة هتتأجل أم لا وبالتالي نلعب كأس العالم بدون أي مشاكل هي الفكرة بتقول نلجأ للفيفا وهي الفيفا أصلا هي اللي عاملة كل التفاصيل دي محمد ياسر بيقول والله أنا شايف أن كله بيحارب عشان مصلحته فلازم الأهل يعمل كده الفيفا أصدى الموعيد دي عشان تأجل الأمم الإفريقية إرضاءا للأندية الأوروبية مرافو عليك يا محمد والكاف ساكت إرضاءا للفيفا والجبلاء ساكتة عشان تخط النادي تحت ضغط نادي الوطنية ويزيدوا عليها أو الأهل يسيب لعبته للمنتخب على حساب شكله محمد يعني دخل في تفاصيل مهمة جدا في هذا الموضوع أحمد بيقول ربنا يسطر على اللاعبين من الإصابات أولا ثانيا رغم طموحنا بتحسين المركز في كأس العالم بالوصول للنهائي لكن شعرنا دايما الأهل بمنحضر ونلعب بأفضل ما لدينا طيب عز بيقول الفيفا لم تعمل أي قيمة للكاف باختيار هذا التوقيت وهي على علم البطولة الإفريقية كلام مظبوط هذا القرار لو حصل مع القرار الأوروبية بالتأكيد كان سيتم تأجيل المونديال هنا لا اعتبار للكاف والأهل أكبر للمتضررين بتمثيل معظم لاعبي للمنتخبات الإفريقية بمناسبة القرار الأوروبية مرحلة دور الستاشر في دورة أبطال أوروبا هتكون يوم ستاشر فبراير بعد نهاية كاس العامل عندها باربع تيام عشان كده البطولة في الفترة من ثلاثة لاثنشر فبراير حسين أخر رأي معي بيقول تأجيل كاس قوم الإفريقية للصيف لا يحسين البطولة يا تتلعب يا تتلغي مش هتتأجل للصيف لأن الصيف أصلا توقيته فيه أجندة دولية ومش هيكون فيه توقيت في هذه الفترة لأن المنتخبات تلعب كاس الأمم وأصلا كمان الظروف المناخية صعب تتلعب في الكاميرو طيب النهاردة الحمد لله كان لنا الصبق وانفرطنا بموعيد كاس العالم للأندية وهذه الموعيد هيتم إرسالها خلال ساعات إلى الأندية لكن صباح اليوم تم إرسالها من الاتحاد الدولي لكل الاتحادات القرية المعنية بمشاركة أندياتها في كاس العالم للأندية خمسة فبراير أولى مباريات الأهلي أمام مونتري المكسيكي الساعة ستة ونص بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة زايد الرياضية في الختام بشكر حضرتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله لنتقل في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء